ترأس وزير الدفاع رئيس اللجنة الامنية العليا الفريق الرقن محسن الداعي لاجتماع للجنة الامنية العليا لمناقشة مسجدات الاوضاع على الساحة الوطنية ووقف الاجتماع امام الوضع الامني في المناطق المحررة ومتطلبات تعزيز الامن والاستقرار ومواجهة كافة التحديات والتهديدات المحتملة فاشد الاجتماع بالاجراءات المتخذة لرفع نقاط الجبايات غير القانونية كما ناقش خطط العام الجديد لتنظيم وترشيد حمل السلاح والتشديد على ترخيص حمله إضافة إلى وضع حلول مناسبة مع المنظمات الدولية لتنظيم الهجرة العشوائية للأفارقة الذين يتدفقون إلى اليمن بشكل يومي دون الحديث عن مخاطر التهديدات الحوثية على الملاحة الدولية والتهديد القبلي في مأرب باستهداف منشأة صافر في ظل المستجدات تعيش محافظة مأرب اليمنية منذ أيام اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل وإصابة العشرات بين القوات اليمنية ومسلحين قبليين الذين رفضوا تسعيرة الحكومة الجديدة في المحروقات اتهامات وتراشقات وتهديدات بعد فشل الوساطة لاحتواء الموقف وصلت إلى التلوح باقتحام منشأة صافر ومهاجمتها من قبل القبائل المسلحة في ظل تمسك سلطة مأرب بقرار الجرعة الجديدة بمساندة المجلس الرئاسي مأرب اليمنية ومنذ الأسبوع الماضي على صفيح ساخن أحدث دموية راح ضحيتها العشرات فيما حدث وما زال يحدث من اشتباكات عنيفة بين القوات اليمنية ومسلحين قبليين الذين باشروا في قطاع قبلي مسلح في مدرية الوادي التي تقع بها منشأة صافر لمنع مرور قاطرات النفط احتجاجا على خطوة رفع سعر الوقود والتي اعتبرتها تلك القبائل المسلحة المحيطة بالمنشأة زيادة كبيرة ولم تتقبلها بعد فشل الوساطة لاحتواء الموقف اتهامات وتراشقات وتهديدات وصلت إلى التلوح باقتحام منشأة صافر ومهاجمتها من قبل القبائل المسلحة الذين أعلنوا عن ذلك في بيان طالبوا العاملين في صافر بمغادرة المنشأة وأمهلوا الشركات برفع معداتها في مدة أقصاها 48 ساعة ودعوا الجميع فيه بالابتعاد عن المنشأة وعدم المخاطرة بأرواحهم قبل أن تؤكد في بيان جديد انتهاء المهلة في الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء مع اتهام السلطات مأرب بالمماطلة وقصفهم بالطيران المسير والتحذير من عواقب ما بعد انتهاء المهلة اللجنة الأمنية والعسكرية بمأرب ظهرت في اجتماع تصف بيانات القبائل بالكاذبة وتؤكد تمسكها بقرار الحكومة بالزيادة السعرية في المحروقات ومع اسمتها الإصلاحات الاقتصادية والتي حظيت بمساندة رئيس المجلس الرئاسي وأن قواتها لن تتهاون في التعامل مع تلك المجميع المسلحة التي وصفتهم بالتحريضيين والتهيئة للأعمال الرهبية ضد المنشآت النفطية ومحاولة استغلال الموقف خدمة لأجندة ميليشيات الحوثي في إشارة لتسبب ذلك بسيطرة الحوثيين على ما تبقى من مأرب الانفلات الأمنية الذي يخيم على مأرب اليمنية يعكس واقع الصراع المحتدم بين القوات الموالية لجماعة الأخوان والقبائل المسلحة على عائدات منشآت صافر النفطية والغزية لتبقى هذه التوترات خطر يهدد المحافظات الجنوبية المحاذية ويظل معها الوقود في مأرب هو الأرخص حتى بعد قرار الحكومة برفع سعره في الوقت الذي تعاني فيه المحافظات الجنوبية من ارتفاعا جنونيا في الأسعار دون معالجات مماثلة لمأرب من قبل المجلس الرئاسي ذاته أكد الممثل الخاص لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي للشؤون الخارجية عمر البيض بأن هناك خلل في آلية عمل المبعوث الممي في إعداد خارطة الطريق وأوضح البيض في تغريدة عبر منصة X إن خلل عمل المبعوث الممي لليمن تمثل في عدم التشاور مع كل الأطراف واكتفى بالتزام رئيس مجلس القيادة الرئاسي بخارطة الطريق ولهذا لم يرحب المجلس الانتقالي الجنوبي ببيان المبعوث وأشرط استكمال المشاورات حد قوله ونقلا عن وكالة سبوتنيك أفاد مصدر دبلوماسي يمني بأن التوقيع على خارطة الطريق لتحقيق السلام في اليمن سيتم في مدينة مكة بالسعودية مطلع الشهر المقبل أن الأمم المتحدة والسعودية وعمان تجري ترتيبات مقثفة للتوقيع على الاتفاق في الموعد المحدد وقال مصدر لوكالة سبوتنيك جميع الموظفين الحكوميين في كافة مناطق اليمن وفقا لكشفات عام 2014 يتم خلالها استئناف تصدير النفط والغاز وتغطية بند الرواتب من الصادرات النفطية وبحسب وكالة سبوتنيك هاجمت جماعة الحوثي إعلان المبعوث الاممي الأخير وقالت إنه بعيد تماما عن الواقع وقد يكون خياليا وصفتنا الخريطة بمحاولة لخلط الأوراق ولا قيمة لها مشيرة إلى أن ما يحدث على أرض الواقع حتى الآن ومجرد وعود مطروحة وكلمات فضفضة ليس هناك أي تقدم حقيقي في المفاوضات أو اتفاق ملزم أن ما يفرض على الواقع هو قوة السلاح في إشارة إلى مواصلتها التمسك بخيار الحرب وأشرت الميليشيات إلى أن المبعوث الاممي لا دور له ويفترض أن تتم مساءلته كما أنها قالت بأن إعلانه الأخير لا علاقة له بما يجري في اليمن بل من أجل التحصل على المكافئات حسب ما نقلته الوكالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر